نشاط الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي مستمر وبيجري على قدم وساق والاطنئنان على نجمنا وتجهزهم بدنيا قبل اللقاءات الحاسمة إن شاء الله اللقاء القادم مساء الأربعاء المقبل أمام المقاولون العرب وختام الدولي الممتاز بلقاء القمة بين الأهلي والزمالك إن شاء الله مساء يوم الأحد القادم هذه المباريات اللي بيعتبرها الجهاز الفني بقيادة لسارتي والجهاز المعاون وكل نجمنا أعضاء الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي ونجوم الفريق الأول اللي بيؤكدوا على أن هذه المباراة إن شاء الله هي اللي بإذن الله هتحسن بطولة الدولة الممتاز ونتمناها إن شاء الله بطولة أهلوية وتزداد دائما أبدا أرقام النادي الأهلي إن شاء الله على كافة المستويات محليا ودوليا ودايما بيجمع مشاهده القناة وجماهير النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر إن هذه البطولة اللي أطلق عليها هي البطولة المفضلة لأعضاء النادي الأهلي ولجماهيره هي البطولة الأقرب إلى قلوب الأهلوية في كل مكان إن شاء الله نستطيع أن نفوز بهذا اللقب لقب الدوري الممتاز لهذا الموسم وتستمر عملية حصد الألقاب والأرقام القياسية للنادي الأهلي في كافة الاتجاهات في هذا الإطار كان فيه اجتماع للمدير الفني مورتن لاصارتي المدير الفني للفريق الأول في النادي الأهلي مع الجهاز المعاون ومع اللاعبين في التاتش قام بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين وتجهزهم كمان نفسيا للقاءات القاتفادة إزاي بأفضل شكل ممكن والتأثيرات الإيجابية اللي بنتمنى أنها تنعكس على الأداء وعلى النتيجة في الملعب في اللقائين القادمين إن شاء الله سواء مباراة المقاولون أو مباراة الزمالك مورتن لاصارتي المدير الفني عقد هذه الجلسة التنصيقية مع الجهاز المعاون داخل ملعب التاتش لمواصلة التحضير للمرحلة الحالية واللي بخلالها الفريق لقاءات الحسم في الدوري الممتاز لقاء المقاولون العرب ولقاء الزمالك وأدى الأهل ميرانو مساء اليوم على ملعب التاتش وكان حريص جدا مارتن لاصارتي على عقد جلسة مع اللاعبين للتأكيد على العديد من الجوانب والأمور الفنية اللي بتخص الفريق في المرحلة المقبلة وإحنا تبعنا مع حضراتكم طبعا مدى إنعكاس معسكر مدينة إليكانتي الإسبانية المعسكر الأوروبي اللي خاضوا الفريق خلال الفترة اللي فاتت توقف الدوري ومسابقات أول مباريات الخاصة بنهايات كأس الأمم الأفريقية في مصر عام 2019 كانت فرصة جايدة لتجهيز اللاعبين وإعادة طرح وجهة نظر الجهاز الفني والجوانب الخاصة بالتاكتكس وخطط الفريق اللي هيخود بها المباريات المقبلة محلين ودوليا وشفنا في أكتر من لقاء أجراز ملأنا اللي كانوا مصاحبين لبعثة الفريق في أسبانيا وشفنا ردود الأفعال على مستوى الجهاز الفني واللاعبين وارتياح كبير كان بيسود أجواء وكواليس هذا المعسكر لتأثيرات المعسكر الإيجابية اللي وصلت لأعلى درجات التركيز وتجهيز اللاعبين سواء بدنيا أو فنيا أو خططيا للمباريات المقبلة عدد من نجومنا بنطمئن عليهم كمان إصاباتهم الحمد لله طفيفة جدا ولن تمنع إن شاء الله المشاركة في المباريات المقبلة في مقدمتهم نجم الفريق رمضان صبحي مهاجم الفريق الأول في النادي الأهلي اكتفى بجلسة في جام الأهلي في الجزيرة وكان بالفعل اللاعب كان عنده شكوى من العضل الضم ولكن الحمد لله بعد خضوعه للكشف والفحص الطبي تم التأكد من إن الإصابة بسيطة جدا وإنها لن تمنعه ولن إن شاء الله تكون عقبة في طريق مشاركته في المباريات المقبلة ولكن بيتم طبعا حصوله على قدر من الراحة والاكتفاء بتدريبه في الجام دي طبعا القياسات الخاصة بالجهاز الطبي للفريق ومخطط الأحمال حتى نصل باللاعب إلى الجاهزية الطبية والبدنية قبل المباريات المقبلة وكانت الشكوى طبعا خلال مباراة البلاستيك وكان اللاعب بعد هذه الشكوى طبعا فضلوا الجهاز الفني والجهاز الطبي خضوعه للكشف والفحص الطبي وطمعنين الحمد لله على حالة نجمنا رمضان صبحي وأنه بإذن الله يكون من القوة الضاربة للفريق في المباراتين المتبقيتين من عمر الدوري الممتاز كمان أحمد الشيخ من اللاعبين فيه ارتياح كبير وقبول كبير لهم في أوساط الجماهير الأهلاوية وفي الشارع الأهلاوي لأنه من اللاعبين اللي عنده قدرات المراوغة الدريبلينج السرعات الانطلاقات وأيضا القدرة على التهديف وشفنا ده في تجاربه السابقة زي تجربة إعارته لفريق مصر المقصة وكان هداف الدوري الممتاز وكان متقلق بشكل كبير وكان بيقود فريقه فيه مبارات كثيرة جدا وكان هو عنصر الحسم فيها لصالح فريق مصر المقصة إن شاء الله يكون على نفس مستوى التقلق في الفترة الجاية ويصل مع الجهاز الفني ومع شغل الجهاز للتوب فورم لأن احنا على ثقة كمان بأنه أحمد الشيخ من اللاعبين اللي قدرنا نوصل بيهم لأفضل مستوياتهم الفنية والخططية والذهنية إن شاء الله حيكون مؤثر جدا في الملعب هو من العناصر الشابة اللي عندها مهارات كمان الكل بيجمع عليها وإن شاء الله يوصل وطبعا عزيمة اللاعب وإرادة اللاعب نفسه أنه يصل لأعلى مستويات من أداءه في الملعب ومن تفجير تقاته كلعب متميز ده إن شاء الله يكون له تأثير على أنه يكون عامل مؤثر جدا في المباريات اللي جاية وعامل من عوامل الحسب في مباريات قادمة إن شاء الله أحمد الشيخ كمان خضع لجلسة لتجهيزه بدنيا في الجام وكان ده طبعا وفقا أيضا مخطط الأحمال بعد شكوى اللاعب من بعض الألام في القدم ولكن تم التأكيد إن شاء الله كمان إنها لن تمنعه من المشاركة في المباريات القادمة وفقا طبعا لرؤية الجهاز الفني ولصارتي بحريص كمان على الإطمئنان على كل العناصر المؤثرة وأصحاب الخبرات في الفريق مع تقلق نجمنا حارس المرمى الرائع أحمد الشناوي أفضل الحراس في البطولة الأفريقية على الإطلاق بإجماع الأراء واللي كان من أفضل العناصر الموجودة في منتخبنا الوطني حتى مع حالة المنتخب اللي ما كانتش مرضية فنيا للجماهير وللرأي العام أو الإعلام الرياضي لكن كان في بعض العناصر في حالة رضا عنها ومنها بالتأكيد نجمنا محمد ناوي بنفس الوقت ده إنه المنافسة مع باقي والشباب في النادي الأهلي وفي مقدمتهم كمان شريف إكرامي نجم من نجوم الفريق وصاحب خبرات طويلة في حراس للمرمى في النادي الأهلي وفي منتخب مصر تم التأكيد كمان على رؤية الجهاز الفني وتجهيز الفريق واهتمامه نفسيا وذهنيا بشريف إكرامي لعودته بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية وعودته من ألمانيا بعد خضوعه لجراحة في الرجبة إنه الجهاز الفني حريص على عودته لمستوى في أقرب وقت ممكن وده صالح الفريق والمنافسة الفنية بين كوادر زي الشناوي إكرامي هي في النهاية أوراق متاحة ومنافسة إيجابية جدا لصالح فريق بحجم تطلعات وطموحات النادي الأهلي بالتأكيد بيحتاج لأكتر من لعب متميز في كل مركز من المراكز وطبعا من أكتر المراكز تأثيرا في عالم كرة القدم هي مركز حارس المرمى ده كان السبب وراء هذا الاجتماع وجلسة خاصة بين لسارتي المدير الفني وشريف إكرامي واحد من نجوم الفريق في حراسة المرمى للتأكد من عودته إن شاء الله قريبا جدا وبعد الفحوصات الطبية اللي جات نتائجها إيجابية في ألمانيا إن اللاعب إن شاء الله يعود بقوة من خلال التدريبات والمباريات في الفترة المقبلة وبيواصل حاليا في إكرامي برنامجه العلاجي والتأهيلي تمهيدا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية كان فيه اهتمام ببعض الجوانب الفنية في تدريبات الفريق في هذه الأيام هذا التدريب المسائي كان فيه تركيز على البيباط من مسافات وأماكن مختلفة في الملعب والكرات العرضية اللي ممكن تكون بتسبب فرص كتيرة للتهديف وعندنا القدرات اللي نقدر نستغل ده لو أكثرنا من الكرات العرضية خلال المباريات والفريق طبعا كان فيه تركيز كبير من الجهاز الفني على الاهتمام بهذه الأمور لأنها بتبقى عوامل حسم في المباريات الصعبة شوية أو اللي ما بتطعش فيها فرص كثيرة للتهديف لما بيكون فيه تكتل دفاعي وده دايما بنشوفه من الفرق اللي بتواجه النادي الأهلي على كافة المستويات سواء في البطولات المحلية أو الدولية وتدريبات تأهيلية للثنائي أيضا محمود وحيد ومحمد محمود ثنائي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي خضعوا لتدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اللي يقيم مساء اليوم على ملعب التيتش كانت فيه شكاوة بسيطة عند اللاعبين سواء محمود وحيد أو محمد محمود ولكنها كانت أيضا إصابات بسيطة جدا أو ما تستدعيش القلق ولن تمنع إن شاء الله استمرارهم في برنامجهم التأهيلي وتجهزهم للفترة القادمة ودخولهم بقوة في التدريبات وفي المباريات المقبلة كمان عندنا العمل مستمر في قطاع الناشئين وفقا لتصريحات الكابتن فاتح مبروك المسؤول عن قطاع الناشئين في النادي الأهلي واللي تكلم عن ترتيب بطولات الناشئين والمواعيد المحددة لها وفقا لجدول المسابقات اللي تم إعلانه وكمان عملية الاختبارات اللي بتجري في أهل مدينة نصر واللي دايما بيكون فيه اهتمام كبير جدا بيها من المقبلين عليها واللي راغبين إن أولادهم يشاركوا في هذه الاختبارات واللي بيبحثوا عن فرصة لدخول هذا الكيان العريق النادي الأهلي المصري من خلال مراحل الناشئين ترجمة نانسي قنقر